وفي ملف يؤسس الاستقرار وشراكة مكتملة قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي إن شعب وحكومة الإقليم استقبلت النازحين خلال السنوات الماضية برحبة صدر ولن يتم إجبار أي شخص على العودة مع أن الحكومة تؤيد العودة الطوعية وخاصة النازحي سنجارة وبشان رواتب موظفي كردستان أوضح أن حكومة الإقليم ستتخذ أي إجراء لتسليم الإرادات الداخلية لبغداد وهناك اتفاق بين الطرفين على هذه المسألة وكذلك توطين الرواتب التي ينتظر الجميع وصولها بشكل منتظم